إذن شيخنا الخصائص نحتاج إلى ذكر خصائص الاستبداد بارك الله فيكم نعم الحكم الاستبداد له خصائص تميزه نسأل الله السلام والعافية أول هذه الخصائص بأن الشورى منعدمة الشورى لا وجود لها والشورى الآن أيضا من يشرعنون للاستبداد يريدون أن يروجوا بأنها مسألة تحسينية وأنها اختيارية غافلين عن أمر ربنا جل جلاله بها حين قال وشاورهم في الأمر حين ذكر صفات المجتمع المؤمن فقال جل من قائل والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصلها فأجروا على الله إنه لا يحب الظالمين ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل تلاحظ هذه الآيات فيها العقيدة والذين استجابوا لربهم فيها العبادة وأقاموا الصلاة فيها الكلام عن الاقتصاد ومما رزقناهم ينفقون قبل ذلك وأمرهم شورى بينهم قضية السياسة وأبو هريرة رضي الله عنه يقول ما رأيت أحدا أكثر مشورة لأصحابهم الرسول الله صلى الله عليه وسلم ولذلك الآن بعض من يشرعنون لاستبداد يستدلون بأقوال بعض المفسرين بأن الله قال وشاورهم في الأمر تطييبا لقلوبهم طيب إذا كان النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام الذي كان أحب إلى أصحابه من أنفسهم وأموالهم وأولادهم وكان أحب إليهم من الماء البارد على الضمع إذا كان مأمورا بالشورى وطاعته واجبة وطاعته واجبة ولا ينطق عن الهوى عليه الصلاة والسلام إذا كان مأمورا بالشورى تطييبا لقلوبهم فكيف يقال عن هؤلاء أليس بحاجة إلى تطييب قلوب الرعية تجد أن هناك قرارات مصيرية يترتب عليها إنفاق المليارات من الأموال تذهب إلى جيوب الصليبيين واليهود ويرجع الحاكم الصليبي مفاخرا يعني قومه ورعيته بأنه قد جاءهم به ما لا قبل لهم به هذا كله يتخذ دون مشورة من علماء المسلمين من أهل الحل والعقد فيهم بل ربما تتخذ قرارات بالحروب ويترتب عليها هلاك الحرف والنسل وليس هناك أثارة من شور هذه أولى المعالم التي تميز الحكم الاستبدادي الذي تعاني منه بلاد المسلمين